السلام عليكم. في الوقت اللي فيه الشركات بتقدم بسعر الف دولار لسه فيه شركات بتقدم بسعر حنين. حنين طبعا بالنسبة للفلاكشيبس. مش بالنسبة النحوة. النهاردة انا معي واحد بالموبايلات دي وهو الموبايل اللي بيقولوا عليه تلت احسن كاميرا في العالم والزوم ستري اكس وعمل قلة اجامد او بفية العشر تلاف جنيه. او الالفين ريال او ستمية دولار على حسب عملة بلدك. فخلينا في الفيديو ده نشوف ايه اللي عجبني وايه اللي معجبنيش في الاولر تونتي برو. انا احمل متحد جدا من فون في ريو. في القناة دي هتلاقي مراجعات موبايلات زي الفيديو ده كده وكلام عام في التقنية. فلو انت مهتم بالمواضيع دي تاكد انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وخلينا نبدأ الفيديو. واول حاجة عجبتني في الموبايل هي بالتأكيد تصميم الموبايل الرواعة. تصميمات هواوي واولر عموما في الفئة الرائدة بتبقى تصميمات مميزة جدا ومن احسن التصميمات تقريبا. وهنا الموبايل بتحس سود كده لكنه بنفسجي في نفس الوقت. لو بيتغير مع الاضاءة. ومش بس شكل الموبايل هو اللي جميل. لكن حجم الموبايل في الايد كمان مريح جدا برغم ان وزنه حوالي مية اتنين وتمانين جرام وده ما اعتبرش خفيف. لكن بفضل توزيع الوزن بشكل كويس جدا فانا مكنتش حاسس غير انه خفيف في الايد. الاطار المعداني الدائري كمان بيدي روحها اكتر في المسكة. يمكن حوى التصميم ان الاطار المعداني بتاع الموبايل لامع. مع الزجاج في الخلف لو مسكته من غير كوفر هيبقى سهل جدا انه يتزحلق من ايدك. وطبعا لو ويع هتزعل ساعتها. وكمان في بروس كبير جدا للكاميرا. ولكن المشكلتين دولة بيتحلوا بكوفر والفعل هو بيجي بكوفر في العلب. تاني حاجة عجبتني في الموبايل هي الكاميرات بتاعت الموبايل. ودي النقطة الابرز في الموبايل. الموبايل بيجي بكاميرا رئيسية تمانية واربعين ميجا بيكسل بفتحة عدسة هي الاوسع اف وان بوينت فور. وكمان بيجي بكاميرا زاوية واسعة ستاشر ميجا بيكسل. وكمان كاميرا بيتعمل سري اكس زوم. وكاميرا روعة بقى لتصوير المكن. طبعا هسيب لك رابط تحت في الدسكريبشن لو انت من محبين التفاصيل وبتحب تشوف مراجعات اكتر تفصيلا هتلاقيها على موقعنا مكتوبة بشكل مفصل. وطبعا مواصفات الموبايل بشكل كامل هتلاقيها على موقع عدة دوتكم بورته في الدسكريبشن. المهم نرجع على الكاميرا. الكاميرا الخلفية بتقدم الصور الصبح مبهرة جدا. الوان كويسة جدا. تفاصيل ممتازة جدا. تاين امي كرينج روعة. معالجة الصور كمان حلوة. يمكن انا مش من محبين قوي معالجة صور بتاع هواوي عموما. ولكن الموبايل لا كان بيديني شوية صور مبهرة جدا. المميز بقى في الموبايل ان انت لما تاخد الموبايل لاضاءة اقل شوية او تروح بالليل وتصور في صور فيها اضاءة قليلة. الموبايل كمان بيديك صور ممتازة جدا. شكرا لفتحة العدسة الوسعة مع المثبت البصري. وكمان اللي هي بزكاء الصناعي وكده. اما بالنسبة للسيلفي فهو برضو ممتاز بيدي تفاصيل ممتازة جدا. ولكن بالنسبة لي الوان البشرة ما كانتش احسن حاجة. وكمان الديناميك رينج ما كانش احسن حاجة. فالكاميرا بالنسبة لي مبهرة وخيار مميز جدا للي بيحب الكاميرات في الفئة السعرية دي. اممكن في وجهة نظري ما هياش تالت احسن كاميرا قوي. ولكن مازالت كاميرا ممتازة جدا. هتديك امكان كبيرة لو بتحب التصوير زي فتحة العدسة الوسعة والتقريب اول اكس المدمج واول تلاتين اكس الديجيتال. وقبل ما نروح لتالت حاجة عجبتني في الموبايل فخلينا نروح لدرسي سريع ونرجع تاني. خيارت اللبس بقى عشان نحس بتجديده كده. ايه هو بقى ال اي اس وال اي اس اللي انا لسه عايده دلوقتي. ال اي اس هو اختصار لكلمة ببساطة يعني تثبيت الصورة وتقليل الاهتزاز بتاع الصورة. لو انت ماسك الموبايل وبتصور وايدك بتتهز فالموبايل تلقائيا بيمنع الاهتزاز ده. وده بيحصل ازاي? ببساطة لو انت حركت موبايلك خمسة سنتي كده فمفترض ان الكاميرا تتحرك خمسة ناحية التانية بالتالي تفضل الكاميرا وقفة في مكانها في الصورة تفضل ستة. طبعا خمسة سنتي دي مساحة كبيرة جدا الموبايل ما بيعاملهاش انا بقول يعني اه مجازا او مسال يعني. هو حاجة يعني انت لو بسيت على الكاميرا بتاعي موبايل فيه هتلاقي ان العدسة بتاعته تتحرك لما تحرك الموبايل. طبعا الحركة بتاعته بتبقى صغيرة شوية ما هيش بالسنتي يعني ايه حاجة بسيطة نظر ان حجم الموبايل مش كبير. كل ما الموبايل او جسم الكاميرا قدر ان هو يتحرك حركة اكبر كل ما بقى احسن بنشوف بقى عاجات زي الكبيرة قوي اللي بتثبت الكاميرات الكبيرة والكلام ده بتحرك بشكل احسن. ولكن عموما دي فكرة تشغل. دي حاجة تانية بقى اسمها ودي بتعمل ايه? هي بتعمل نفس الفكرة ولكن بالبكسلات بتاعت الكاميرا. انت لو تنتين تصور فيديو او تصور صورة بيحتفز بشوية بكسلات كده لما انت تهز الموبايل. انت مسل موبايل كده وعملت كده. فهو بيعوض الحركة دي من هو يفتح الكادر شوية ناحية دي او يحرك الصورة ناحية دي. بالتالي يعوض اه حركة الموبايل. طبعا ال احسن شوية ولكن محدود شوية. فهم يوصلوا حاليا ان هم بيحطوا الاتنين مع بعض كمان عشان تدينا احسن نتيجة. وفوق ده كله بقى في اللي هي بالزكاء الصناعي بقى والكلام الكبير ده. لما دخل في الحوار بدأنا بقى وتثبيت رائع جدا زي اللي بصناله لحد الوقت في الجالكسي نوت تن وميزة اللي احنا شفناها اللي هي بتخلي الفيديو ثابت بشكل ضخم جدا بفضل الزكاة الصناعي والماشين ليرنج والتعلم وابس كده هنرجع لمراجعة. نروح للتالت حاجة عجبتني وهي البطارية العملاقة. اربعة تلاف ميلي امبار مع مع معالج بيحفز الطاقة مع وجهة واو اللي بتحفز الطاقة هي كمان بتدين اداء مبهر جدا تمن ساعات على واي فاي او داتا بدون العاب ولا مكالمات بالنسبة لي ده اداء يخليني اقضي اليوم بشكل مستريح وورضو اتقل الناس هتخلي الموبايل معهم يقضي اليوم بشكل مستريح. ولو انت بقى تقيل جدا جدا وخلصت البطارية في نص اليوم فالشاحن السريع هشحل الموبايل معك في ساعة وعشر دهائق تقريبا. يعني لو خلصت في نص اليوم نص ساعة هتديك نص يوم كمان. وربع حاجة عجبتني هي اداء الموبايل. الهوال هنا بيقدم لك اعلى هاردوير موجود عند هواوي. فالمعالج هنا هو الكيرن تسعمائة وتمانين اللي هو المعالج الرائب بتاعه اوي اللي موجود في البي سيرتي برو. عندك كمان رام تمانية جيجا من نوع دي دي ار فور اكس. عندك كمان زا كيرن تين ستة خمسين جيجا من نوع يو اف اس تو بوينت وان وبسرعة القراءة بتصل لسعمائة وسبعين ميجا في الثانية. بالتالي ده ترجم لاداء يومي عملي ممتاز جدا. صحيح انا دايما بقول على وجهة واوي واجهة تقيلة ومش سلسة قوي والتأثيراتها مش اسلس حاجة. ولكن طبعا مع الهاردوير العملاق ده مش هتحس بالمواضيع دي كلها. الموبايل كمان بيدعم الجي بيو تيربو. دي حاجة للالعاب بتخلي اداء للعاب احسن. اللي هو اصلا اداء ممتاز بتخليه احسن. فالموبايل هيصد معك في اي لعبة تقيلة بشكل مستريح جدا. خمس حاجة عجبتني هي المستشارات ولسماعة المكالمات. تحديدا مكانهم. فاونر هنا ما حبيتش تتفازلك وتحطوهم تحت الشاشة والشغل ده. يعني الموبايلات اللي بسور اموليد او بامريد عموان الشركة بتتفازلك وتحط المستشارات تحت الشاشة او سماعة المكالمات كمان تحت الشاشة. وبفجة نظري دي حاجة مش عملية. هنا اونر عارفت تستغل كل جزء في الموبايل. والحقيقة شيء رائع جدا انها تحط لنا سماعة مكالمات اعلى الشاشة. وتحط لنا جوا سماعة المكالمات لمبة الاشعارات. وكمان تحط لنا فوق في الموبايل المستشارات بتاعت التقارب والقضاءة. بالتالي تبقى شغالة في شكل عملي كويس جدا كسمعة مكالمات وكمان عندك لمبة اشعارات. وفي نفس الوقت بدون ما تاخد اي مساحة من الشاشة. فشابوه الاونر الحقيقة. وطبعا بالنسبة للمستشارات فاحنا عندنا كل المستشارات جيريسكوب اضاءة بوصلة الكلام ده كله الا الا سادسة حاجة عجبتني هنا هي بصمة الموبايل. صحيح ان بصمة الموبايل موجودة في جنب الموبايل في زرار الباور. وده مكان ممكن بالنسبة للناس يعتبر مكان مش احسن حاجة والناس يعني مش عكسل ومش ريوش هو مش كول. ولكن هو عملي جدا وسريع جدا ودقيق جدا. والحقيقة ان اه جوا الشاشة بيبقى شكل وكول وريوش وجامد جدا. ولكن على جنب الموبايل مريح جدا دقيق جدا وسريع جدا. وبالنسبة لي هو بصمة رائعة. السابع حاجة يحب اشيد بيها في الموبايل ده هو اداء الجي بي اس. الجي بي اس من الروعة. يحدد مكانك بوضيقة كبيرة لبصلة دقيقة جدا وسريعة جدا. ومع البطارية الاملاقة فتجربة الجي بي اس للناس الرحالة هتبقى ممتازة جدا. ولو انت بتشتغل بقى او بر او كريم او كده فطبعا الموبايل ده ممتاز لك. فيه شوية حاجات بقى ممكن نتكلم عليها قبل ما نخش في الحاجات اللي ما عجبتنيش. في ناس كتير بتسأل دايما على الشبكات. طبعا ده موبايل من اونر اللي هي تابعة الواوي. هواوي اصلا شركة شبكات. فعيب يعني لما نسأل السؤال ده فاي موبايل من اونر? لو اونر او واوي ما عملتش موبايل بشبكات كويسة مين اللي هيعمل? ده هي اللي عمل لنا كل الشبكات تقريبا وهي الشركة الرائدة في الشبكات حاليا. فيبقى عيب جدا على هواوي لو قدمت موبايل مفهوش شبكة كويسة. طبعا الموبايل هنا بيقدم شبكة كويسة جدا. سواء واي فاي او داتا او يعني اي حاجة مواجهتش فيها اي مشكلة. فما تلاقوش من نقطة الشبكة الشبكة امتازة. طبعا الموبايل ده خطين وبيدعم فور جي ودول فور جي كل حاجة. بس دي كده الحاجات اللي عجبتني في الموبايل. طبعا لو انت عجبك الموبايل اللوقتي عايز تشتريه. فانا هسيب لك رابط شراء الموبايل تحت في الدسكريبشن. وكمان هتلاقيه في كل في رابط اللوقتي الباشا تحت في الدسكريبشن برضو. نروح بقى للحاجات اللي ما عجبتنيش والحقيقة هي مش حاجات قاتلة اوي. واول حاجة ما عجبتنيش هي الشاشة. في فئة الفلاكشيبز انا بابقى بطاقة شاشة السوبر اموليد. وبدقة تو كي والكلام ده كله. ولكن انا موقع هنا ان احنا عندنا شاشة اي بي اس ال سي دي. وبدقة فول اتش دي بلس بس. صحيح انها كشاشة واحدة من احسن شاشات الاي بي اس ال سي دي. ولكن في النهاية مش بنفس ابهار شاشات السوبر اموليد. وجمال شاشات السوبر اموليد. او الاموليد عموما. ومن الحاجات اللي ما عجبتنيش كمان في الشاشة ان الشاشة ما عليها اش طبقة حماية كوننج جوريلا جلاس سيكس مسلا ان هي اعلى حاجة. ولكن عليها طبقة حماية تانية غير مذكور اسمها والحقيقة انت متعرفش قوي مدى قوة الشاشة دي. بس عموما هي عليها ملزوقة فما تقلعش الموضوع ده. تاني حاجة ما عجبتنيش في الموبايل هي التجربة الصوتية. بفئة الفلاكشابس برضو انا بيبقى عمدي توقع دايما اللي انا هشوف سماعة استيريو. هشوف موبايل بسماعات استيريو يديني تقريبها صوتية بقى من كل مكان والسري دي والمجسة والكلام ده كله. لكن في الواقع هنا سماعة واحدة اسفل موبايل. والسماعة دي كمان صوتها مش اعلى حاجة سمعتها. هي فيها نقاء ممتاز جدا وتكسيم ممتاز جدا ولكنها مش احسن حاجة في فئة الفلاكشابس سمعتها. سجدا وقياما. من الحاجات كمان في التجربة الصوتية انهم ما شايلوا منفذ الهيد فون اللي كان موجود في الفيو توينتي. ولكن خلاص للاسف ده بقى شيء لازم نتقبله لقبل الشركات كلها بقيت تشيله. فيعني يا الله يرحم. طبعا الشركة بتوفر لك محول من يوس بي طايب سي لمنفذ السماعات ده. لو انت عندك سماعات قديمة. اما بقى التجربة الصوتية اللي هي سماعة المكالمات والمايك فهو ممتاز جدا ما فيش فيه اي مشكلة. تالت حاجة ما عجبتنيش هي وجهة الموبايل. بصوا هي الواجهة ازواق وفيه ناس بتحب الواجهة دي جدا. لكن انا ما بحبش الواجهة دي وتقريبا ما شفتش مراجع في الكون دا كله بيحب الواجهة دي. ممكن يكون فيه بس انا ما شفتوش. واغلب الناس بتطالب واوي بقالها سنين انها تغير الواجهة دي وتعمل واجهة جديدة كليا لان انا بالنسبالي شكلها مش حلو كمان هي تقيلة طبعا تقول انها بيبانش هنا بيبان في الموبايل المتوسطة لكن في النهاية برضو لو انت حطيت واجهة اسلس واسرع الموبايل هيطير فعليا. فنعمل طبعا نشوف شكل جديد ومميزات اكتر في اللي هينزل مفروض للموبايل ده. طبعا الواجهة كان مميزات فيها كل مميزات انت تحبها ومش نقص اي حاجة بس هو تفضيل شخصي. اما بقى الرابح حاجة ما عجبتنيش في الموبايل هي الاسترخاص في علبة الموبايل. بمعنى ان تجربة في العلبة لازم لما تيت تفتحها تديك كده اساسا ده يعني تفتح العلبة تلاقي كاور محترم مش سيليكون زي بالزبط الموجود في موبايل بتلات الاف جنيه. ده غير طبعا ان هم بيحطوه السماعة في العلبة بس ده يعني لتقليل تكلفة وخلاص اتعودنا عليه في شاومي وريالمي والشركات دي. فتجربة فتح القلبة الحقيقة بتاعت الموبايل زيها بالزبط زي اي من يعني ما فرقش كتير ما حاسسنش ان هو ودي حاجات بصغيرة كده تفرق معمول لك يعني. فلو سمحتوا دلعوا الزبون شوية. دي قلاصة تجربتي مع الموبايل. الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش. باقي الفقرة الاخيرة. تشتري الموبايل ده ولا ما تشتريش. قبل ما نقش في الفقرة الاخيرة طبعا احب افكركم ان احنا بنعمل مراجعة كاملة مخصصة للمكففين. هتلاقيها تحت في من قناة زي ما انتو شايفين اغلب العيوب اللي انا اتكلمت عنها ما ما تعتبرش عيوب قتلة. يعني مش هتقفلك من الموبايل. وهي اغلبها كان لابد منها عشان يحافظ على سعر الموبايل للأوليل. لانه لو ادك كل حاجة في الفقرة السعرية دي فا ايه لازم تنتج تشتري موبايل بالف دولار. الصراحة انا ما كنتش برشح موبايل الفيو توينتي خالص. كنت معتبرا موبايل بيقدم بس استعراضه ومبيقدمش حاجة مميزة خالص في السعرات بتاعته. ولكن الموبايل ده ارخص منه بالفين جنيه تقريبا. بيقدم حاجة مميزة جدا وهي الكاميرا. وبيحتفظ بمميزات الفيو توينتي زي البطارية العملاقة والاداء والتصميم المبهر. بالسعر عشرة تلاف كمسومية جنيه. هتلاقي المنافسين بتوعه هو الجالكسي اي اي تي اللي هو موبايل متوسط بيقدم مميزات مبهرة. لكنه مش عملي ومش والموبايل ده بيتفعق عليه في التجربة الصوتية وفي الكاميرا وفي البطارية. وهتلاقي موال تاني وهو المنافس الاشرس والابرز من شركة شاومي. وهو برضو هو الشاومي مي ناين. اللي بيقدم شاشة اموليد تعتبر احسن شوية. ولكن بطارية اقل. ويعداء ممكن يكون متقارب. اكيد الستاملاجون تمام خمسة خمسين اقوى شوية. ولكن في الناعية هيبقى متقارب. وواجهة شاومي المحبوبة اكتر. فبالتالي الاختيار من الموبايلين دولا اكتر هيبقى لارتياحك الشخصي. شخصيا انا هختار عشان البطارية لان انا يهمي البطارية جدا اكتر من اي حاجة في الموبايل. فالخلاصة الموبايل مميز جدا لو انت عاوز تشتريه. وانا انصح به بالزهة لاي حد بيحب واوي. هيلاقي موبايل اخيرا في الفق السعرية دي يقدر اشتريه ويحط فيه فلوسه ويديه قيمة كويسة جدا. وبس كده كان معكم احمد متحة من وطبعا ما تنساش تعمل بقى لايك للفيديو وشير للفيديو صاحبك وتسابسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس وتشوف بقى لينكات تحت في بتاعة التويتر احمد متحة جدا وبتاعة الجلوب وبتاعة الصفحة وتشوف الموقع بتاعنا وتفعل بقى التنبيات هناك. سلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة